ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شط قرانا نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا ونبني أن نشأ لبنان ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني شيكاغو هي تالت أكبر مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد السكان بعد مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وبتشتهر أن أحد أكتر المدن احتضانا لجميع جنسيات العالم واللبنانية منهم وضيوفنا اليوم رئيس قسم شيكاغو الكتائبة سامي دو وزوجته لينا دو منرحب فيكن معنا اليوم بستوديو صوت لبنان صوت وصورة والمشاهدين والمستمعين فيكن تتابعونا بالصوت وصورة عبر vdl.me مواقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5 سامي ولينا مين منكن ترك لبنان قبل الثاني؟ أنا تركت أول شيء أي سنة؟ تركت بنيسان 1984 شو كانت دافع يومها؟ دافع كان أنه عرفت حسيت أنه البلد خسرت خلص البلد وقت غتيله بشيري شميين مثل ما بنقول عطول غتيله الأمل وغتيله البلد يعني يعني أكيد نحنا ما فقدنا أمل بعدنا عم نجاهد عم نحارب منشان هيك نحنا هون لو ما عنا إيمان كبير بها البلد ما كنت شفتينه هون هلا يعني السبب تريت فل لأنه كان وضع البلد تعيس وقتها عم نحكي يعني بالأربعة وثمانين تقريبا من أربعين سنة من أربعين سنة بقتاد وقتها كان في حرب الجبل لمن تركت فلات أنا ليه وقع الخيار يومها على شيكاغو؟ يعني بلد بعيد بلد بعيد لأنه خيي كان هونيك وما كان عندي غير مطرح اتركوا فل طريت فل لأنه وقتها الكل بيعرفوا صار فيه مشاكل حتى باللي كانوا يسمونه القوات اللبنانية اللي كان جناح العسكرية طبعا حزب الكتايب كنت مانبر في يعني كنت فريق عدو بالكلنا كنا 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 عم نحارب أيدي كل أيام كنا يعني شباب 16 سنة نزلنا بالحرب يعني أنا ابن الأشرفية أنا موليد الأشرفية هوني بعيد دقيقتين عن صوت لبنان الأصل دير الأمر الأصل دير الأمر صور بينا خلقنا هون ووربينا هون وعشنا هون وخرطنا بالحرب ومشيت وحربنا كل السنين لمن توفى بشير جميع يغتالوا بشير جميع سقط الحلم سقط الحلم وصار فيه مشاكل داخلية صاروا الأبضيات ضمن وبينت بعدين حرب الإلغم يعني أنا بقول عطول بسطت أنه فلت لأنه محضرت هالمسخرة اللي صارت وأكيد اليوم مبسوط أكتر أنه فلت وعملت عيلي بالخارج مبسطت أكتر أكيد مبسوط أكتر بعدين اللي عم بتشوفوا بلبنان يعني عم بتشوفوا بلبنان وعم نكون فعالين تنساعد لبنان يعني هيدا اللي بخليك تنبسطي بعدين أنه كان قرارك صح وقدرت تكوني عنصر فعال تترجع تساعد هالبلد قد ما فينا يعني يعني البلد صعب يعني بس قد ما فينا عم نعمل كاغتراب نساعد انخيراتنا بالحياة السياسية وبالاجتماعية أنه هونيكي منظمات في منظمات خيرية أنجي او عم تعمل حملة تبرع للبنان خصها من بعد انفجار أربع قاب بدي أرجع للبداية كيف كان قد أقلم وصلت على شيكاغو من الأساس غدرت من أربعين سنة متل ما ذكرنا كيف بلشت؟ اشتغلت بالمجال يلي مخصص فيه الهندسة؟ كانت صعبة كتير أنا خريج الايوبي من هوم وبلشت أشتغل هوم وفتحت شركة وبلشت أشتغل وصلت لهونيك يعني بعرف اللغة بس قد ما تعرفي لغة صعبة يعني هوني قاب نحكي انجليزي تلميزي جامعة بس بتروح لهونيك بيحكوا معي سرعة بيحكوا فيي ما بتفهم شي اللهجة لأنا أكيد بتغير أخذت وقت بس كأقدر اشتغل كانت كتير صعبة كانت بلشت الأمريكان يشدوا إيدهم يعني اللي فال قبل بعشر سنين توصل لهونيك يعطوك جرين كار خلاص يعني تخديها أنا ما كان في مجال كانت بده يكون بلشت تكتر الهجرة كانت بلشت تكتر الهجرة على أمريكا وبلشوا هن يشدوا إيدهم كمان لذلك أخذت معي وقت قدمت وراقي وتقلق للصراحة رفضت اتجوز أنا تأخذ جنسية شو عملت بواسطة رجعت تجوزت لبنانية رجعت تجوزت كما بقولوا حب اللبناني لينا أي متى انضميت غدرت لبنان أي متى تجوزته رحتي على شيكاغو ولا تجوزته بلبنان نو رحت أنا على شيكاغو بل سبعة وثمانين تركت تجوزنا بل ثمانة وثمانين بشيكاغو بشيكاغو وراحوا الأهل من لبنان ما كان في حدا بعرسنا أولان لا أختي لا أمي كان حرب كان قيام حرب كان خية كان خية كان خية وسلفت ما في حدا أن كان وكيف بلشتوا يعني سواء قبل كنت عم تخبرني كيف تأقلمت بالخارج تأقلمت أخذ وقت معي لأنه أنا قدمت ورقة قدمت ع طلب هوني طلب شغل وقطعت ورقة بواسطة الوزارة العمل وأخذت الـ Green Card من وراها بس أخذت الـ Green Card من وراها صارفيني أخذت الـ Green Card وصارفيني أنه أعمل سبانسر لحدا ساعتها اتصلت فيها لتلا أنا ماني قادر انزل أنا فلات الـ 84 ما رجعنا غير للـ 94 عشر سنين بعيد عشر سنين بعيد فلات أعزع برجعت مجوز مع ولدان حي أخذت وقت تأخذ الـ Green Card بس أخذ الـ Green Card بلشتغل أكيد ما بلشت بالـ بالدمان طبعي يعني بالهندسة أشتغلت سنة أشتغلت كيتشن ديزاينة أعمل دراسة لمطابخ كابلا بديك حيالة شيء بهيدا الإطار بس إطار التصميم بعدين لقيت وظيفة بمصلحة الـ Mechanical Engineering وبعدني فيها بقيت خمس سنين موظف وبعدين فتعت أحسيني لينا زلت بس اتصل فيك سامي وقالك تعي على شيكاغو أنا ماني جاي بدنا نتجوز بشيكاغو للصراحة لا لأنه كان في حرب وكنت موظفة بانك وكنت خاف من الأصف كتير كنت يعني دبيت غراضي ومشيت وقالت إلى هناك أول شي كان صعب يعني ما في حدا حوالينا في خيو ما بيت خيو بس ستلت كانوا بعيد عنا وماشي الحال وجوع أكلمت بسهولة من البداية كان هيك التجمعات اللبنانية كان في جالية لبنانية كبيرة قدرتوا تنفتحوا عليها تعملوا علاقات معها أول شي لا ما كنا نعرف حدا يعني بقينا فترة لحالنا بعدين تعرفت على الكنيسة اللبنانية كنا نروح عليها بالمناسبات لحتى نقلت ونقلوا الكنيسة وإجا خور جديد وقتا صرنا سامي صار الباستور والكونسل البرزيدنت والولاد كبروا بالكنيسة ورحوا على كاثليك سكول ومشا الحال بيحكوا العربي هل تعلمتهم للعربي؟ يأتي لبنان لحالهم. ماما أخاف عليهم. وعندي بنتي الكبيرة أخذت كورة عربية بالجزامعة. بتقرأ وبتكتب. وبحبوا أن يأتي لبنان كثيرا. خبرتهم بالأساس عن لبنان؟ عيشوا جو لبنان قبل أن يأتيوا لبنان؟ أكيد. كل شيء في البيت لدينا لبنان. لدي ميورال بالفاميلي روم. ألعيت صيدة، ألعيت بعلبك، جبال، كله على الحيطان محتوظ صور. الوليد ربيو بهاليطار يعني بهالروح اللبنانية بالبيت. شو نقلتوا معكم؟ شو نقلتوا معكم تحديدا من لبنان؟ شو نقلنا معنا نقلنا حب الوطن. هيدا أول شيء. بعدنا إلى هلا كل ما بيجيبوا سيرة لبنان تحسي غصة بقلبنا. الأولاد علمناهم على حب الوطن. وبحبوا كثير يجوا لهم كثير كثير. كثير كثير يعني. مبارح بنتي وقت الهزة. الهزة، ضغرة ابني الكبير تلفاً، مام، شو عم بيصير عندكم؟ ضغرة، وقت الانفجار طبعاً أربعة، هني كمانا اتصلوا، قال مام اسمعتوا أخبار، دوروا التلفزيون، شوفوا شو فيه، عالطول حاطين على تلفوناتهم أخبار لبنان، بيضلوا يسمعوا يعني. مع العالم إنو ما خلقوا بلبنان. ما خلقوا بلبنان، لا. بس حسب البيت بتربيوهم. هل حبكن لوطنكن هو يلي ترسخ فيون ودفعون إنو... أكيد، أكيد. أدي كنتوا تزوروا لبنان بالسنة؟ يعني مرة مثلاً؟ بس كانوا صغار كنا بخلصوا أول جمعة بتجون المدرسة تانية جمعة منكم بلبنان. بيقدوا كل الصيفية، من هني وصغار. لحتى بس كبروا، صفوا يجوا لحالهم، عطول كانوا يجوا لحالهم. ويقعدوا، بلشوا بالشغل، كانوا يقعدوا جمعتين ثلاثة، ويفلوا. بس عطول، عطول، كل سنة هني وصغار كانوا يجوا بالصيفية على لبنان، يقضواهم، ويبرموا. بيجوا معهم أصحابهم؟ في أصحابكم من جلسيات مختلفة بيجوا معكم على لبنان كانوا؟ أكيد قبل هيد الأزمات اللي عم نعيشها هلأ يمكن. إنه صار صعب يتعزموا حدا معكم هلأ. بس في عندهم أصحاب أولادة إجوا زاروا لبنان من وراء قديش إني بخبروا عن لبنان الحلو، والحياة الاجتماعية قديش حلوة. إجوا زاروا لبنان ومبسطوا وبعيدوا. قل بدهم يرجعوا يجوا. ماذا لفتهم أكثر شيء؟ المناظر الخلابة، الشعب الطيب، الهوسبتاليتي اللبنانية، أي مناطق، أي بلدات؟ جميع المناطق بكل لبنان، برموا كل لبنان. يعني نحن هنو صغار ما خلينا مطرح ما أخدناي هن. وأصحابه النفس الشيء برموا. حبوا لبنان كتير. العيش بشيكاغو سهل؟ هاي؟ مناخيا؟ سقعة، بالشتة سقعة كتير. تتعودة، تتأقلمة مع الوضع. يعني منشوف بعضنا مثلاً عندنا بالكنيسة بالأحدات، نهار الأحد ننزل على الكنيسة. تلتقوا كجالية؟ نلتقى بالجالية اللبنانية. وفي عندك بالصيفية في نشاطات أكثر للكنيسة، نجتمع أكثر في فستيفال، في أول سبتمبر ينعمل بشارك فيه. كنت أعمل في الكنيسة كتير. الفستيفال تحت أي عنوان؟ عنوان له ارتباط بلبنان؟ أكيد، أكيد عطول. شيء... ماهو علاقة بالمطبخ اللبناني؟ بالمطبخ اللبناني، عطول يكون فيه مغنين كما يروحون من هون. يعني الفولكلور كدش يعني، بتخبني حالك بمكفية، بتخبني حالك مطرح هون. كله لبناني، كله عربي. الأكل عربي، كله لبناني، وغير الفستيفال... منظهر يعني، صارت جونا، صارت بلدنا، بلد التاني يعني. الجالية اللبنانية كبيرة بشيكاكو. الجالية اللبنانية كبيرة بشيكاكو. أدال عدد تقريباً؟ في فوق عشر تلاف نسمة يمكن. على هجرات متتالية أم كلهم مع بعضون؟ كيف من أي سنين بلشت الوجهة شيكاكو؟ الوقت اللي هجرت أنا ما كان بعد فيه كثير، بس لما صار فيه حرب الحروب الداخلية هون، وقتها كبسوا، تلاقيهم صاروا، أكتريت الشباب تركت وقتها بـ 98، قبل ما صارت الصلحة، أكتر اللي عندن عائلات هونيك، أو أخوة، أو أصدقاء، بيتوجهوا، ولا بتشوفوا دايماً وجوه جديدة تتعرفوا عليها؟ لا، هناك الكثير من الناس لم يكن لديها أحداً، آآ، لم يكن لديها أحداً، بس هجر بيعرفوا أحداً صاحبه شي، الكنيسة كانت الملجأ لكل اللي يأتي من لبنان، يعني الكنيسة قبل ما نقلت على مركزها جديد، كانت بـ Hillside، كانت جامعة كبيرة، وشتريناها، نشاريت وقتها، والطابق الفواني كان كله قوة تلاقيهم، كلهم الشباب من لبنان يأتيوا يقعدوا هونيكو، لأنهم لم يكن لديهم مطرح يروحوا، مطلف جداً، ما هي أوجه شبه اليوم إذا تجي بتقارن بين شيكاغو ودير الأمر؟ واو، صعب يعني يمكن لا يوجد تقارن، أول شيء دير الأمر بلدنا، ضيعتنا، بلد الأم، يعني لا يوجد شيء يغطي عنه، لا يوجد شيء يأخذ مطرحه، شيكاغو، شيكاغو مطرح، مطرح ما ترزق، جبارنا نقعد هونيكو، لأن هونيكو استقبلونا، بعدك من بعد 40 سنة بتقول إنجبرنا نقعد هونيكو، بالطبع إنجبرنا، أنا لو ما انجبرت، ما تركت لبنان، يعني هيدا الحقيقة يعني، هلأ مبسوطين، بالطبع مبسوطين، وهلأ مبسوطين إنو خلاعنا، أكيد مبسوطين، خلص هلأ أولادنا كلهم هونيكو، الأولاد وعم يشتغلوا، وبنيوا بيوت، فتحوا بيوت هوني، بس بترجع بتقليلي، إنجبرنا نترك، ما تركت أنا على زوقي، لو ما أنجبر، لو ما تصير هالحروب، كنت بعدني هون، أنا ومرحت مطرح يعني، شو خسرت وشو ربحت بتاعت برحالك؟ بالأول حضرتك، وبعدين كعيلة، خسرت، خسرت عيش مع أهلي، يعني، عشنا كل الوقت، اللي من خلق بطريك، ما كان في حدا، أبسوطل، ما نجوزنا ما كان في حدا، هالفرحة يعني، بتخسرية العائلة، يعني ما عندك عائلة، ما في حدا حواليك، هذه بتخسرية، وهذه كتير مهمة، يعني، آل، جالية، الكنيسة، هيدا الكنيسة اللي أمنتها، أمنتها شيء من حضنتنا الكنيسة، بتحس في جو العائلة، ارتباط، هيدا اللي بتخسرية، هلأ، ربحته، ربحت كل شيء، ربحت حياتي، ربحت المستقبل اللي عملته هوني، فتحتنا، أمريكا، فتحتنا الظرف، يعني، ما سكروا علينا، ما منعونا نعمل شيء، يعني، قد ما بدك عمله، if you have the will, you will يعني، بأمريكا، فتحتنا المجال، أنه نتقدم، ونبني عائلة، وتتطور، وتتطور، ونرجع نلتفت، على وطننا اللي بنيين، نقدر نساعده قد ما فينا، وهيدا الاختراب عم يعمله هلأ، مضبوط، يعني من انفجار أربع قاب، ومن الثورة، لهلأ، ما جف الاختراب هو ويبعث، مضبوط، انفجار أربع قاب، تقليل كالصراحة، وليدي، دخلوا فيها أكتر، لأنه، أنا بتعطى مع NGO اسمها ALPI بأمريكا، بنتي السكرتوري تبيتها، هني، اللي قالوا لي، انه ده خلنا نحط على الفيسبوك، العالم بتساعدنا، صار يجينا تبرعات، منما كامل العالم، يعني حسوا حالهم معنيين ولادة، حسوا كتير معنيين، مش انه خلقانين بره، نو، نو، حسوا كأنه، لأنه في عندهم قرائب بعد هون، يعني حسوا انه لا، هن تضرروا مثل ما كلها العالم تضررين، يعني حسوا كأنه ببيتهم، صارت العملية، لأنه لبنان بهمهم، بيحكوا عربي، بيعيشوا الحياة، راحوا على التميس اللبنانية، هي المارونية بسيط، تعتبر للبنانية يعني، عنا بشكاغو، بشكل عام، بشكل عام، بشكل عام، حيالله شي بيصير بلبنان، ضرر أو أذى، بحسوا انه هن معنيين، مش انه، ما فرقت معنا، نو، 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 يمكن هذا بيرجع الفضل للكون، لأنه خليتون يكونوا بقلب لبنان، من خلال زياراتكم المتكررة، اللي كنتوا عم بتقوموا فيها يمكن، وعى التواصل، يمكن كمان السوكش الميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي، سهلت هالتقارب، بين أهلك، وهن بالخارج، أكيد يعني هي من الأول نحنا، لينا بالبيت، ما اشتغلت، كانت مهتمة بقولوا لي، تحكي معهم عربي عطول، عم يسمعهم ميوزيك عربي عطول، كان متل ما قلتلي، كل أول حزيران، يجوا على لبنان، يعدوا تلتة شهر، يجي أنا شهر وفل، أو تلتة جماعة، يعدوا تلتة شهر هون، تترجع تفتح المدرسة، سواء عاشوا الجو، عاشوا اللغة، عاشوا القراية، بيعرفوا انه في عندهم ستن، وجلدهم، يعني عندهم عائلة بيعرفوها هون، بيعرفوا انه ما لهم مقطوعين يعني، انه ما لدينا شيء باللبنان، عندهم جزور، لينا شو خسرته وشو ربحته بسفارك، متل ما قالت سامي، العائلة يعني أهلة، ما بشوفهم عطول، أختي ما بشوفها عطول، هلأ في السوكشول ميديا أهيان صارت، بس ربحت مستقبل أولادة، يعني أوقات بفكر انه لو كانوا هون، شو كانوا بدوا يصير فيهم، يتخرجوا مثل هالشباب يعني، عم بيتخرجوا، ومحن بيلاقوا شغل بلبنان، من هالناحية بيلاقي انه، منيح انه رحنا، وولادي ربحوا مستقبل هونيكي، ما فكرت تشتغلي بالخارج، يعني، أولادك كانوا إخدين لك تقريبا كل وقت، صحيح، صحيح، كل وقت مع أولادة، ما كنت حب جبلهم بيبي ستر، ما كنت حب، عطول أنا أهتم فيهم، كسيدات لبنانيات بالخارج، عملتوا تجمع لقلكون، لتقوموا بنشاطات معينة؟ متل ما قلتلك، بالكنيسة كان عنا نشاطات، كنا نعمل بازار على العياد، على نوال وعلى باك، نعمل ساعد كنت بالفستيفال، عطول كنا نساعد، كنا نعمل، حديث نشاطات، throughout the year يعني، مع الستات بالكنيسة، والتقاليد اللبنانية، شو نقلتوا منا معكم؟ التقاليد عطول في عنا، بالكنيسة، كنا نعمل صبحيات، مثلا، كل على شهر العدرة، بنقلوا السليم على اسمها العدرة، من بيت لبيت، بصلوا المسبحة، يعني اللي بيعملون، كانوا أماتكم هون يمكن، صحيح، صحيح، نقلتون معكم، صحيح، ومتل ما قال مسيو سامي، يمكن الكنيسة كان لها دور كتير كبير بجمعكم بالخارج، مظبوط، الكنيسة هي كان، متل ما قلت، ربطتنا كلنا سوا ببعدنا، معروف انو الامريكاني بيحب اللبناني، وقريب منو، كذا حدث، استضافتن ببرنامج حكاية الانتشار، وخبروني هيدا الشي، بتلمسوا هيدا الشي بشيكاغو أيضا؟ كيف علقتكن انتو وياهون؟ الامريكاني كتير بيحبوا اللبنانية، وبحبوا الأكل اللبناني، كتير، يعني، بيعرفونا أول شيء بحق، بيجووا لعننا بينبسطوا، بعدين أكلنا كلو بيحبوها، لأصار كتير مشهور بأمريكا كلها، مش بس بشيكاغو، الأكل اللبناني، في كتير مطاعم؟ كتير مطاعم، في شيكاغو، في صارفة عدة مطاعم لبنانية، هن اللبنانية راحوا من هون فتحوا مطاعم؟ صحيح، صحيح، في عدة مطاعم، يعني لما رحت أنا، كان في فرن واحد بشيكاغو، واحد صاحبه فلسطيني من بيت زيال، كان يوزع أمريكا كلها، هلأ صار فيه ثلاث أربع فرام بشيكاغو، لبنانية بيعملوا خبز اللبناني، بشو تميز اللبناني بشيكاغو، غير المطبخ، غير حضرتك بمجال الهندسة، بغير هالمجالات، لكن ليس بس بشيكاغو، نحنا اللبنانية تميزنا وين مكان، نحنا شاطرين، الأمريكاني أمن، نحنا، يعني عم نشتغيل، لأنه منحب نشتغيل، ومنحب إنه، إذا قبضنا معيشات، عم نقبض معيشات، لأنه عم نشتغيل، ليس لأنه رائحية، يعني لا يوجد شيء يجهبها، نحن بشيكاغو، لأنه تركنا من هنا، لا يوجد شيء اسمه دولة، لأننا نذهب إلى هنا، يقولون لنا، دولة، نحنا في لبنان، لا يوجد شيء اسمه دولة، هناك دولة، تؤمن لك شيء، مع أنه تدفع تاكسز، ولكن تؤمن لك، تعطيك مثل، تلعب تنس كورتا، تلعب تنس، نحن لم نعلم شيء منه، نحن اجتهدنا لأنه، عرفنا أنه لا يوجد شيء، معودين هنا، لم نأخذنا أنه لا، لنأخذنا إلى أمريكا، دولة تؤمن لنا، يعني فتت بنظام معين، وعشت فيه، استكشفته، ومن خلاله استمرت، استمرنا، ونجحنا أكثر من غير العالم، لماذا؟ لأنه لم نأخذنا شيء، كما يقولون أنه ستبقى، يعني، هبة يعني، لا يكون شيء على الهين، شيء على الهين، ما اعتبرنا أنه سيأخذنا شيء على الهين، ظلنا نشتغل، مع أنه، الباب مفتحنا، وهناك، ينفتح الباب، يعني، خاصة من زمان، كانت تهين الشغل، أنه، لا، نحن لم نأخذناها على العملية، أخذناها أنه لا، لازم نكد، لازم نشتغل، ومن ذلك نجحنا، الآن، عندنا في شيكاغو، ومن صارت أزمة الاقتصاد من عشر سنين، ناس كثير ما تأثرت لي، لأنه كلهم تجدون فتحين شركات أحسابهم، اللي عندهم نمو، اللي عندهم، اللي بتعمل كاتيرين، قليلة تتلاقي، كان اللبناني موظف، لأنه اللبناني راح، وصار يفتح شيء أحسابه، ويشتغل مطرح جمعة اثنين شهر، جمعه، بعدين صار يمشي لوحده، هل مظبوط لعبتوا هالسلة تلواصل، من خلال، مثلا، تقنقون للغات؟ لأنه اللبناني، كما قلت لك، شاطر وزكي، يوصل العربي، العربي، منهم معلم، في كتير منهم، منهم، هلأ في شغري، نحنا، اللي فلينا من اللبنان، ما فلينا، لأنه نحنا معطرين، لأنه نحنا فقرة، نحنا فلينا إزكيا، عم نفتش، عندكم طموح، عندنا طموح، الدول العربية، كان يفلون لأنه بلادهم تعتير كانت، هذه أكبر، نوصل نحنا، في شهدات بأيدنا، نعمل، مثل ما قلت، صلة تواصل بيننا وبين العرب، العرب يعني، يحكوا عربية، بس ما عندهم أي فكرة، ما عندهم قليل، كانوا يروحوا لهنيكي، معهم شهدات ومعلمين، من شان هكا، كان اللبناني صلة تواصل، واللبناني محبوب، كلهم يحبونا، لأنه أمينين، من شان هكا، تقلقنا، بشيكاغو، و غير شيكاغو، حتليتوا مراكز بالدولة، من شوف نواب، من شوف رؤسة بلديات، بغير بلدان، بوين ما كان، حتلينا مراكز، يعني، عندك من الوزراء، لنواب، بشيكاغو؟ بشيكاغو، معلوم، أم تتكي شيكاغو، و أم تتكي إلينوي، في إلينوي، في عندك، في عندك، رحال، لحود، اللي كان نيب، رجعي معي الوزير، وابنه هلأ نايب فيه يعني في كتير يعني انه بتلاقيهم كلهم عندهم عندهم مراكز يعني يعني اللبناني بطل انه رايح لهونيك بس تا يشتغل ترمب البنزين نو 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 كلهم صاروا معلمين وخصاً الجيل التاني هلأ أنا أعطي بر الجيل الجيل الأول الجيل التاني مثل الولادي كلهم معلمين كلهم عم يخدوا وظايف كتير عالي يعني دايماً بيخبروا انه الجيل الأول اللي راح تعب وساعي انه ولاده يتعلموا لما يتعبوا مثلو بتوافقيني الرأي؟ أكيد أكيد لأنه نحن رحنا مهدلون الطريق لحتى يكون عندهم مستقبل زاهر ويعيشوا مرتاحين هيدا اللي بتنايه هلأ يمكن ولادكن لأنه خلقوا بأماركا مستمرين بأماركا اكتار بيدرسوا بأماركا بكندا وبيرجعوا بيشوفوا وين بتسمح لهم أشغالهم أو بتتوفر لهم فرص بينقلوا أولادكن بيفكروا هيك أو بقيين بالبلد؟ ما بفتكر أولادنا بيضلوا بشيكاغو عندك أولاد مثل ما قلت بحبوا بينقلوا على غير ويليات مضبوط حسب الفرص اللي بتفتح أمامهم لحد هلأ الحمد الله كلهم تلاتتهم بشيكاغو بعضهم وبيفتكر بقيين في هجرة اليوم بعد باتجاه شيكاغو هالهجرة اللي نشهدها اليوم بلبنان عم نشوف باتجاه الدول العربية باتجاه أوروبا في باتجاه أمريكا فيه عم يجي بس مش متل قبل مش متل قبل بس فيه يعني متل ما تعرفين نعرف من الكنيسة نحن قبل مجينا نزلنا على الكنيسة تلاقي وجوه جديد يعني فيه بس قبل كان يصير فيه أكتر صارت أمريكا بعيدة وبعد هن عم يتشددو ومشورة بعيدة أمريكا بعدين من إجت الأزمة من عشر سنين خمسة عشر سنة الأزمة الاقتصادية أثرت على أمريكا كمان وجاء الكوفيد هلكة كمان يعني سكرته هيدا صارت أهيان للشباب اللبناني يقطع أوروبا يما يقطع على الدول العربية بس بأمريكا بعد فيه عطول فيه هجرة منشوف عطول فيه هجرة الشباب جديد عم تجي خاصة اللي عنده قرايب اللي عنده حدا بيعرفه يعني اليوم كنا عند شخص قلت له كيف وابنك بشيكاغو قلت له تلفاله بانه قلت له بالصيفية بطلع كندا وبالشتوية بلاقيكم بفرنسا إذا تحبوا تجي تشوفوني ما عنده انتماء بده يكون هوني عم بتفرجيني غير وجه عن وجه ولادك بس لكي عنده انتماء بس هلأ حاليا بتلومي يعني؟ لا ما بلومه بس كنت عم تخبرني كمان عن ولادك الصبي هلأ عم يتعلم بعم أخذ شاتو تب انه بكرا بياخد شاتو هلأ بيجي عالبنان؟ هلأ أولادي أنا بيجوا عطول هلأ أولادي مثل أنا يعني هلأ أنا بغيب ثلاثة وشهور بيجي بقعد خمس ست جميع سبعة جميع يعني صارت عادي يعني هلأ لا شك لأنه الصعوبات اللي عم يمرق فيها لبنان كمان هلأ بالمرحلة اللي نحنا فيها أكيد ما رح ترغب الناس ترجع هيدا الحقيقة ولو ما نحنا نفتح نبني بيت هوني ونشتق نشتري بيت الأولاد ما كانوا رح يجوا هلا أولادي ليش بيجوا؟ بيجي بنزل بيت موجود وكل شي موجود وأشغالهم موجود انتبه في كتير فرق هوني إذا هم مؤسسين بيضلوا نزوروا لبنان لو بيجوا مرة أو مرتين هيدا بس يتركوا ويجوا ما رح يتركوا ويجوا خاصة بالوضع اللي نحنا فيه يعني نحنا عم نجي وعم نتضيق هلأ كيف لقيت لبنان هلا إذا بك تعمل مقارنة أدائي لك مزرتو لأ أنا جيت فليت بأكتوبر 21 أنا فلينا نحنا خمسة أيام قبل الثورة كنا هون 2019 صارت الثورة ويجى كوفيد ما عاش نزلنا غير لا سبتمبر الماضي نا جينا بتجون أول شيء في فرق كتير كان بس نحنا متل ما بقولوا تعودنا بس واحد صلوا زميمة أجاب يلاقي الفرق أو خلقان بالخارج أو خلقان بالخارج أو بديك تنتقل أو بتحبوا هيك أو ما بتحبوا بس عملوا بطريقة أنه صار كتير بشي يعني يعني ليك اليوم خمسة وسبعين ستة وسبعين ألف الدولار بالعالم كلها البورصة بثنين سابتوا أحد إلا بلبنان لذلك يحدث أشياء ليس تكرهك تنرف منا مؤقتا برأيك أستاذ سامي كون ترى الأمور من الخارج كيف بداية التغيير في لبنان من أين يجب أن تكون البداية من أين يجب أن نبدأ؟ بداية التغيير تبدأ بالانتخابات يعني عملنا انتخابات تغييريين يعني لم ترى تغليل الناس وكنا متوقعين لم ترى تغليل الناس لأن الناس لم تكن مؤمنة بالتغيير نحن في أمريكا لماذا عملنا بالانتخابات؟ أنا كنت مسؤول بالانتخابات في شيكاغا لأن نحن نعرف دعني أعطيك مثلا بحكي مع أولاد أختها لم تتعطوا السياسة؟ لا لم تتعطوا السياسة أعطوا لهم يا شباب السياسة هي تمشي البلد السياسيين هم يحكموا البلد مثل نحن في أمريكا هم يقرروا قد ندفع تاكس وهم يقرروا قد تذهب ونفس الشيء هنا لأن هنا لديهم فكرة أن السياسة لا تسوى لا نحن السياسي طبقة المنظومة التي لدينا فاسدة ليس السيستام السياسي الذي لا يسوى بالعالم كله السياسة هي تحكم العالم تحكم البلد مين يحكم البلد؟ ينتخبوا العالم وهالسياسيين هم يديروا البلد يعني كنا متأملين أن تعمل أكثر ولكن عملت جاءت 13 واحد هلأ مختلفين يمكن أنهم لا يعرفوا ما السياسة ولكن الانتخابات وتدهور وراها يأتي رئيس وهذا شيء صعب إذا نريد أن نبحث عن السياسة بالجو العام بالبلد كيف يجب أن نغير برأيك؟ أول شيء سيفي أنا أقول لهم باللبنان الماقس هي المحاسبة بالعالم كله وحسبة الفاسد محاسبة محاسبة والكثير من العالم كله يعني يعني بعطيها مثلا أنا مرة على فالنتائن هذة من 30 سنة تلجي تدني بسرعة ومن لم أدر Gary Fett أشد تركوا فال هذه أبسط الأمور لأنه بالنسبة له تخبتوني تأعمل شيء أنا فشلت ما أعملت ما طلبتوا مني هنا لدينا فشل ورا فشل والنتيجة بقيوا على الكراسي يعني هنا وقيحة أنا بسميها وقيحة مثل هلأ أهم شيء من البور وخي ما اختلفنا ما حدا عملها أصدا بس اللي عملها بدون قصد عليه مسؤولية كمان أنا ما شفت حدا إيجا اعتذر أنه يا باه سوري أنا عرفت فيها بس بعد سنة واعتذرت أنه ما حكيت ما حدا إيجا اعتذر ما حدا أخذ مسؤولية برا بياخدوا مسؤولية بيعتذر وبيتركوا بفل كمنتشرين بالخارج قدرين تشكلوا قوة ضغط للتأثير يعني تساعدنا الخارج الكتار بيقولوا أنه الخارج ما بقى عنده اهتمام فينا هلأ بيظل كل الأزمات لكن الخارج خصا الاختراب وكنت بالمؤتمر 32 طبعا الحزب وشفت قدر رئيس حكي على الاختراب هلأ شكرنا نحنا كتر خيره لكن نحن نعمل واجبتك لا فعلا دوركم كتير تجلى بالأيام بالسنوات الثلاثة الأخيرة مظبوط لكن الاختراب يأثر لكن عندك عالم يقول لك لا 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 ما بيعمل بدك العالم تفكر هلأ انتخابات الجيه ناس كتير بدأت تشترك أكتر لأنه لا انه مظبوط طلع 13 جادس إذا عم يشتغلوا يما لا مع بعضهم بس بيان انه بيصير فيه تغيير انه الشعب فيه غير فيه سقط ناس وفيه طلع ناس وهون المشكلة انه بيترشعه واحد عن نيابة بينزل لأنه نازل ما بيقلك انه أنا نازل أعمل هاك وإذا ما عملت بعد أربع سنين طايرك بسقطة اللبناني بدأوا يتعود على يعلموا كيف تعمل السياسي كيف تحاسبه وكيف تقدره ترجع على مركزه بالسياسي بأمريكا واضحة جدا بيتبلش من رؤسة البلديات للنواب إذا ما عمل شغله بأربع سنين وبأمريكا كل واحد ينتخب عنده هو هدف هادي عنده هدف لأنه ضد الإجهاد هادي مع الإجهاد كل واحد بيروح لهدف عنده مشروعه مشروعه إذا هنية بعملك مشروعه بترجع بتنتخبه بترحبه فيه وبكون شانسه كبير للمرة التانية للمرة التانية للمرة التانية لينا من وين برأيك التغيير بيبدأ بلبنان كسيدة؟ بفتكر التغيير لازم ينحط نحط كلنا إيدينا فرد إيد تكون نشد عيدين بعضنا لحتى نشيل هالبلد من المحنية اللي ميرقى فيه وبعدين كسيدات لازم يكونوا أكتر أكتف بالمجتمع فاعلين فاعلين بالمجتمع لازم يكونوا اهههههههه في شغالة هي ت اللييمني بالتغيير هي ففيرة السياسة العالم كلها بتهرب من السياسة يعني السياسة ما فيها شي غلط نحن الآن بس طالع pinch السياسة نقول لغري حرمت لأنه صارت عنوان للفساد للفساد لا، السياسة ليس هكي لأنه يصلوا على المواقع ويتخربت كل مشروعهم يعني هم يطرحوا لك أفكار ومشاريع كبيرة يصلوا و تقولوا ما سيتحسن البلد و تنهار و جهنم و كله لورا أقصد مقومات الحياة اليوم لمست المنتشرين وبمؤتمر الكتائب خبروني المنتشرين ما يعملون لكراهم و لبلداتهم هذا صحيح يعني هم يضوون هم يوفرون الطاقة الشمسية هم يوفرون الانترنت يعني كثير من مشكورين الذين يعملون ولو منهم أدنى مقومات الحياة ليس موجودة هذه الحقيقة و لماذا العالم تهرب من السياسة؟ ليس لهذا تهرب الناس يعني صارت نظرة الناس للسياسة في لبنان أنه فاسد، أنه لا يطلع من أمره شيء يعني صارت الثورة، نزلت العالم على الترقات تقوصت عالم هذا مظبوط رأيت شيء مسؤول أمني أجي أعترف أنه خطأ مني ما كان لازم يعملون هكذا، استقلت و فلت على البيان و بكل المؤسسات القضاء شو صار فيه؟ كنت موجودين بلبنان كمان أنه كله هيك إذا استلحت الأمور أستاذ سامي بتفكر ترجع على لبنان تستثمر بلبنان تتقاعد بلبنان؟ قبل ما تستطلح الأمور نحنا مستعدين نستثمر بلبنان لأن الاستثمار هذا بلدنا و أم نجي مرتين بالسنة معناتها لديك إيمان بتقاني فيه بلنا شوية ترواه أنا أقول لهم إذا لبنان يتصلح يتحسن 20% جنة مثل ما بقولوا 100% أحسن بس 20% والعالم تلاقي أنه مضبوط في مجال للتحسن في مجال تأثير بلد لن يحدث بلد العالم كلها تستثمر العالم كلها ترجع تجي بأي مجال تستثمر؟ حيلا استثماري يكون أول شيء يكون ينفع العالم هناك استثمارات كثيرا الحزب يفكر فيها الاختراب عم يفكر فيها أنه يعملوا مشاريع هوني تيساعدوا العالم بمحنتهم من سوبر ماركت نستثمر فيها لمشاريع مائية كهراء أنه حيلا شيء بس أول شيء يستفيد الشعب منه مش تعمل استثمار يعني قد تكون بالبنى التحتية البنى التحتية لأنه هذا أول شيء عمل مشاريع هيك يعني ما رحتون تروطة سيكون الكنياد بتحسين الوضع الذي يعيشه اللبناني هلا هل يفهمه منك؟ مضبوط هناك مشاريع وخطط على هالإطار؟ مضبوط ونحكى فيها بالمؤتنار والنطرين هلا تتبالور ما هي بباليش فكرة ويصير كل واحد يزيد عليها نطرين هلا تنشوف على أساس بدأت تتبالور وكيف نساعد إن كي تجي مشاريع أنا شخصياً ما أقدر ساعد إن كي يكون في مشاريع أقدر ساعد فيها بس نحنا مستعدين يعني اللي من تجي تشتري بات عم تجي تستثمر هيدا استثمار هيدا استثمار أتمنى أنه تصير قريباً نبلش نشتغل بركة المنظومة بيتعلموا مننا شوي وبيفكروا يغاروا مننا ويعنوا مثلنا ياريت هيدمونة كل لبناني لينا ضو قبل ما ننهي شو كلمتك للمنتشرين ولأهلك بالوطن الأم يعني بلدنا ما منتركوا لبنان ما منتركوا بيتمنى على كل المنتشرين بالاغتراض يساعدوا أهلهم بلبنان يجوا على لبنان عطول وخلوا ببيتهم حب الوطن يعلموا أولادهم يحبوا لبنان لأنه ما عنا غيرهم وما رح نتركوا سامي ضو رئيس قسم شيكاغو الكتائبي شو بتقول للمنتشرين ولا أهلك بلبنان للمنتشرين يعني عطول أنا بس أحكي معهم ومنشجعهم أنه يضلوا يجوا على لبنان ويساعدوا لأنه عطول نحنا اتصال معهم ندق بابهم نطلب عطول مساعدات تنساعد الوطن للأهل يعني حرام تطلب من شخص يقعد هون وانت مش هون يعرفت كيف؟ يعني بتقيلوا على شخص سبور خليك قاعد جاهد بدي قيلك بس نحنا فلاينا بغير وقت عم نعمل قدم فينا نساعدهم ويضلون هون وهذا المطلوب هلا أنه الشعب اللبناني اللي حارب لحديث هلا بوجوده مش حارب عسكرية حارب بوجوده تأدل بحضوره وبتجزره بهذا القرآن حسنا يعني هلا المطلوب أنه قد ما فيه يهدي على إجراء لأنه أنا شخصياً بعتاد أنه باب الحل عم يقرب الله يسمع مننا بدي يسير بدي تسير اجتمعنا مع الشيخ خمين جمعتين قلنا كلمة أن المطل ما قال شي كذب ما بيصح إلا الصحيح الصحيح رح يصح ورح يزبط البلد واللي موجودين عم يخربوا فيه بدي يجنهار بدي يفلوا بها الإيجابية رح ننهي حلقتنا أهلا وسهلا فيكم لينا ذو سامي لو لهون أصدقاء المستمعين والمشاهدين بتنتهي حلقة حكاية الانتشار موعدنا الأسبوع المقبل بحكاية تميز جديدة بالخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر